السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تلت سنوي ازاكم عاملين ايه اشيائينين يا هايلين يا ولاد الهايلين ان شاء الله انا نشرح مع بعض النهاردة زتون التشابتر في خلانا نخش مع بعض على طول بازن الله في المهمة. طبعا بداياتنا زي ما هتلاقي في تسلسل منظمة المراجعة انا بدي ايه طبعا بالدينامو لان هو في الاغلب اتقل واهم جزء معلين طبعا ده جهاز يا جماعة الفكرة كلها زي ما انت شايف كده الدفايس ده بيقافيه زي من هنا ايه جزء كده انت بتلف من خلاله بتدي او بتدي حركة للكويل الكويل بيلف بيولد كهرباء في السيركت اللي بتبقى موجودة برا هنا الله اعلم انت موصلة ليه هنا. تمام? يبقى الفكرة كلها ان انا بحول الحركة اللي اديتها للجهاز ليه? فكرة عامة طبعا هو عبارة عن ده. وزي ما انت فاكر او مذاكر لو ايه لو فاكرها هي عبارة عن وطبعا دي اللي هي اللي احنا بنسميها او بنحسبها في الفريكنسي. خلاص? طيب طبعا انا بحسب هنا اتجاه الكارنت بقدده بالفليمينجرايت هند رول وشوفناها كتير ايه قوي مع بعض. اللي هي طبعا فليمينجرايت ذي بي اي. الفيلد الكارنت جوه الكويل. طيب الكارنت بقى اهم حاجة في النظر او لازم تكون عارف ان طبعا الشكل اللي عندك ده هو مين? هو وطبعا الجزء اللي برا ده بيكون هو الكارنت بيلمس كده بيطلع ايه للسيركت اللي برا. الدينامو اللي جوه بيطلع لي شكل الكارنت اللي انت شافه قدامك ده هو مين? هو الاسي طبعا اللي انا عارف ان الوان سايكل بتمسلي تو بولس ادي كده بلسايا ادي كده التانية. يبقى دي كده كام? النقطة دي كده بتمسلي هي هو البريودك تايم زمن اللفة الكاملة. تمام? تنساش طبعا البريديك هو مقلوب الفريكنسي. يبقى انا الرقم ده بعد بولس التانية ده البريودك تقلبه يبقى هو الفريكنسي. تمام? يبقى انت رابط ان الدينامو اللي جوه بيطلع لي شكل الكارنت اي سي. طب لو انا بقى عندي مش عايز لها كارنت الترنيتنج. عايز اخلي كارنت دي سي زي كارنت اللي طالع من الباتاري. هقوم شاير الايه? السليبرينج دي. واحط كمبوننت جديد اسمه كوميتاتور. اللي طبعا بيكون عبارة عن سلندر مقسومة نصين وفيه في النص عازل. فالكوميتاتور ده اللي احنا بندلها بنقوله اياه. بيحاول ايه بقى? بيحاول الكارنت الاسي اللي فوق ده اللي طالع نازل وعملي تعاكس لتحت. يوني دايركشنال يوني دايركشنال يوني دايركشنال يعني احادي الاتجاه. كارنت بيفلو في اتجاه واحد بس. هو ده. يبقى انت برضو رابط ان الدينامو اللي كوميتاتور او بيطلع لي شكل الكارنت يوني دايركشنال. عشان السؤال اللي جي في الدول الاول السنة اللي فاتت كان بيسأل على ايه? كان جايب لك كيرفين بالزبط. السؤال كان شبه كده بالزبط. ادي كده كيرف. مسلا ونسميه اكس. واني كيرف مسلا تاني ونسمي ايه? واي. الفكرة كلها? انت كنت تشتغل بقى اني فولت من دول? على حسب شكل الدينامو اللي كان مديهول لك. كان مديهول لك الدينامو اللي فوق ده. فانت لو مش عارف ان الاسي بيطلع لي كارنت هتحترف تاخد الكيرف الاكس اللي هو بو فاليو صغير ولا كيرف واي بو فاليو كبير. ده لو حسب ما انا فاكرو يعني. لكن ده السؤال اللي فعلا جيه الدور اول السنة اللي فات. فده جزء مهم ايه يا جماعة وده نظري مهم جدا 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 جدا. نخش بقى لعن نظري اللي هو المحوار الثيتا. اللي هو طبعا ايه الثيتا دي دخلة في شابتر 2 و شابتر 3 كله. الثيتا عبارة عن خمس قوانين. قانونين منهم كوانينين منهم بتتكلم عن الستريت واير. الفورس اللي هو بي الفي. طبعا الفورس باي الثيتا. بي الفي سايين تيتا. الثيتا دي يا جماعة مبينا منهمين? اهو. ما بين الواير نفسه والفيل. بمعنى الواير بارلي ببسته بزيرو ايه بناينتي. الواير بارلل يبقى السيتا بزيرو. فاشترك كاد. وطبعا انت عارف الساين لو ساين زيرو بزيرو. ساين ناينتي بماكسما او بواني. يبقى ندلوقتي لو السيتا دي يا جماعة بزيرو اهو يبقى الفورس هتبقى بزيرو وليه مف برضو بزيرو هتبقى برضو بزيرو لو السيتا دي بطبعا زيرو دي يعني الواير باير اه انا بكلم دروقتي على نايمتي بقى ايه الواير بربينديكلا يبقى في الحالتين الفورس هتبقى ماكسومم هتساوي باي اي ال وطبعا هنا مف الديوز هتبقى ماكسوم برضو هي عبارة عن بي ال في طالب سنويا عاما بيحتاري القانون بيتكلم عن واير ولا كويل بص العلامة دي القانون يا فندم لو في لنس يبدأ بيوصف ستريت واير لان الكويل بتوصف باريا لكن الواير بتوصف باللنس بتاعه بس هو ده الحوار كل يبقى في قانون الواير فورس و ايه ما في نجوز بالو بالو الزاوية زي ما هي قال لك برا لك زيرو بربنديكلا ناينتي تعود في القانون شوف بقى اصطنع هتديلك كام طيب بالنسبة ليه الفيتا بقى مع كوانين الكويل الكون ليه عندك طلات كوانين بقى بالكويل اللي هو طبعا الخلقس後 التورك التاو و ليه ما في نيوز واضي السيتا ايضي ثيتا ايضي الثيتا مستر السيتا دي بتتكلم عن ايه بقى او دي حاجه ما بين حاكتين ما بين اللورمل او او ندايبول او ايه يا فندم الكلمة التالتة او بتاع الكويل نفسه ل اللي هو طبعا اللي هي البي يعني دلوقتي ايه ليه الن النورمال او او الايه او الاكسز اخد الزاوية زي ما هي. طب لو اي الكويل اخد ده التسعين. يبقى الفكرك والله هنا ان انت مش بياخد الزاوية اللي عملها الكويل. بصك يا الرسمة دي. اهي. ادي يا فاند مين? ده الكويل. الكويل هنا عمل زاوية. زاوية هي حاول ان انا هزرقها لك جدا. زاوية هي مع مين? مع المجليد كفيل. هل انا خط الزاوية دي? ما خطهاش. خط الزاوية مين عاملها? خط العمودي ده. الخط العمودي ده يا فاندم اللي هو مين? اللي هو الديبول او المقرم الو متى او حتا ممكن تكتب عليه ال این زاوية. اهي الزاوية ما بين المقرم ال اور وهي دي الزاوية اللي تعانينين. خلاص? يبقى انا انا بقعض في 맞ى ال او حتا ممكن تكتب بيها معناه ما جاتش قبل كده يعني. طيب يبقى لو قال زيلو حضرتك ده تعرف منه ويعلى طول ان الكويل ماله الكويل بيربينديكلر لان من اللي عمل الزيلو النورمال لكن الكويل واقف قال لك تسعيني بتبع عارف ان الكويل ماله فرر لان من اللي هيكون عامل التسعين النورمال هيكون واقف ايه بيربينديكلر فكل الاحوال انت بتروح تعاوض فين في القوانين دي تمام خبالك من حاجة ان ده الفلاكس في كوزاين لكن التورك وليه مف صاين اتفقنا طيب يعني ممكن اعمل لنفس هنا جدول كده جميل بص بقى الجدول ده عملنا في امتحان الماء بص ادي هنا مثلا الثيتا هكتب هنا فوق ايه كويل لازم يكون الموضوع على كويل ياريت ان الجدول ده عندك ايه في الملزمة بص حبيب لو قلنا ايه دلوقتي هي حاجم اتنين لو قلنا زيرو او لو قلنا تسعين مش هايز اقول حاجة تانية طبعا زيرو يعني بيربينديكلر لان ده كويل ماينت يعني بارليل تحفظها كده طيب هنا بقى في ام ده جواه كوزاين هنا تاو في صاين وهنا ايه مفن يوزد في برضو يا جماعة صاين فلو الزاوية بتزيرو مع كوزاين يبقى هنا يديلك ايه ماكسموم يبقى الفاي ماكسموم هتساوي بي ايه طيب هنا بقى زيرو ساين زيرو بزيرو يبقى هنا التورك بزيرو ولي ايه مفن يوزد بزيرو يبقى لو الماكسموم يبقى التورك واللي ايه مفن يوزد ما لهم بزيرو طب هنا لو تسعين كوزاين تسعين بزيرو لكن مع التسعين هنا يبقى يديلك ماكسموم تورك بيساوي بيان وين الي ايه مفن يوزد هتبقى ماكسموم برضو هتساوي ايه بي ايه اوميجا ان بس كده عايزك تكتب الجدول ده كده عندك وتحفظه صمد يبقى عمر الفلاكس مع التورك واللي ايه مفن ما يتساوي مع بعض او يبقى كريس بوندنج البعض يعني ايه يعني ما ينفعش ده يبقى ماكسموم دول يبقى ايه ماكسموم لأ ده ماكسموم دول زيرو لو ده زيرو يبقى دول ماكسموم وطبعا تحفظها كويل يبقى زيرو بربن نيكلر ناينت يبقى ترل باخد الزاوية مع الاكسس او النورمل او دايبول اللي بقى له طبعا وهي الديريكشنز بتاعت حضرتك وده جزء لازم هيجيلك في الامتحان بنسبة تلتمية في المية ده لازم الصفحة دي يجي منها سؤال طيب المجنديك فيلد بحدد تجاوب ايه كان برول باربعة بس مع الواير بحدده برول واحدة ليه مين او سوري اتنين رول الكمباس او ليه لكن مع الكويل او مع الوئيل او 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 اف스트رينويد او مع السوري نويد بحدده بقية جماعة باللاربعة كله فيكبه مع الوئر قيمتาร هاتنين كمباس هو امبروريل لكن مع الوئيل ومع السوري نويد الاربعة كلهم تمام، في بقى معلومة على جنب كده اللي هو الاكسس و وسور رايت سكرورول اللي هي المسار ده وحددها باتجاه الدايبول لو عقلك محدد بطب ايه اتجاه الدايبول بعملها بالماكس россوري رويل في تنفع بأمبير رايت بس اللي مكتبها في اختارها هي تمام يبقى دي برضو تنفع بأمبير رايت هاند رول بس مين الاضاق مين لو لقيت اللي اختار الموجودين تختارها اختار الاسكروب اتفقنا ماشي بعد كده طبعا فليمنجليفت هاند رول دي طبعا اللي بحادث بها اتجاه ايه الفورس اللي هي طبعا ايه اف بي اي فورس فيلد كارن واكتب كده عندها ان هنا الفورس لازم تكمر بالنكتر على الفيلد لازم يكمر بالنكتر على اتجاه الكارن بقى ان هنا بعد كده بقى ايه الانديوس الكارن تحقق من اثنين لو كارن في الكويل يبقى لنز خلاص كيب لنز بقى اللي هو لو بيقرب يحاول ابعيده لو بيقعد يحاول اقربه او لو في او داينامو اللي احنا لسه نام شوية اللي هي بقى ايه في بي اي فيلوستي فيلد كارن تمام اللي بقى له طبعا هو الترانسفورمر تبقى عارفه طبعا وحافظه سم step up و step down اللي معارفه على طول ال step up من ال ns اكبر من np فبالتالي طبعا الفولت يسمع الكلام الفولت والن زي بعض وال i s العكس نفس الكلام هنا step down يبقى vs اقل vs ns اقل لكده is اكبر تمام وطبعا ما في تعرفها بالعين يعني vp ده السورس عنده لا عدد لفات اكبر يبدأ طبعا على طول step down هنا نفس الكلام تعرفها بالعين step up يبلغني السواب كبير ناحية secondary coin وايه طبعا الاستخدام ان انا step down ده باستخدامه في محطات توزيع الكهرباء distribution وعشان اقلل للفولت او زود الكارنط طبعا انا هتقال العكس محطات توليد الكهرباء عشان ازود الفولت او زود القرنط عشان اقلل للpower lost لان انا في اسناء نقلل الكهرباء لو القرنط عالي هيبع عندي lost كبير قوي يباني محتاج يبع عندي محطة توليد الكهرباء في step up عشان يقلل القرنط عشان اقلل الpower lost لان اقلل الpower هيقل تمام ومعلومة مهمة ومسألة مهمة قداما بتيجي الفرق ما بين ال vp وال vs لو قال لك في phase angle طبعا ازود ما بينهم 180 لان الكيرف يتقلب ليه يتقلب نتيجة فردية ليه ال current في ال primary لو بيزيد من فوق هيجي الساكن انه يزيد من تحت يبقى فيه فرق phase ما بينهم كام مية وتمانين درجة وهتلاقي طبعا هنا طالما ده step down الفولت هنا كان بعشرة هنا الكيرف قل عن العشرة يبع انت قللت الكيرف وقلقته طب هنا بقى لو step up الكيرف هيعلى تمام بس برضه هيتقلب ويبقى فيه فرق phase بكام ما بين ال primary وال second ال 180 هل ال frequency تغير لأ البريودك هنا باربعين البريودك هنا باربعين يبقى كده frequency اكتبع ليه constant هنا الفولت اقل نتيجة مين يا جماعة نتيجة down هنا برضو نفس الكلام frequency ايه اللي حصل هنا الفولت طبعا زاد نتيجة ايه ن ده step up طبعا لو ال current هيتعاكس الكلام ده كله يعني لو ده current i i p u i s هيعلى ولو ده i p u i s هيقلب ركز قوي في الجزئية دي how to obtain افتكر مع بعض كده شوية ايه شوية تقوانين بسلوب تانيه نظري شوية عشان ن induce current او nduce amf straight wire لأيه mf دي بتساوي ايه لأيه ال blv sin theta يبقى لازم يكون ال wire عشان يبقى فيه mf يكون ديكام بسعين درجة بيكون الوير بتحرك طبعا بالاستخدام في الفلكس باستخدام يعني يعمل ايه يعمل كاتنج للمجددك ايه يا جماعة فلكس اكتب الجملة دي برضو ايه عندك كده في المنظمة طيب عشان اولد كارنت بقى هعمل برضو كاتنج اوامل باستخدام الوير ولازم يكون فيه سيركت ايه مف الوهده ما تسقفش لازم يكون ايه مف وسيركت مقفولة عشان الكارنت يطلع من البص يروح للنجل اولد ايه دي قرند في المتالك بلوك لازم يكون المتالك بر Schools тех belt 비슷 mira سيركت جاي من اليد الفلد الم besق Stบ Holmes جاي من لين الحين دي جاي من استخدام الناس كده ايه الي الاعدار المتالك بلوك ل thirtyangan poorly مش هتولد فيه المفه. طيب المفهر. طيب المفهر. قلنا في القانون فوق ماكسمم لو سيتاب كام بنينتي. طيب لو قال لك زيرو اهو. امتا تبقى فانش. لو ايه? لو زيرو يعني سيتاب زيرو يعني يا جماعة انا بحرر بارلل. طيب المفهر بقى هنا الكويل بقى. ماكسمم يعني سيتاب كام بتسعين بس بالحالة دي هيكون الكويل بارلل. لان انا بيش باخد زاوية الكويل باخد زاوية مين النورمال. طيب هنا بقى انا عايز submission يبقى سيتاب كام بزيرو يبقى الكون الكويل بار連ديكسر. الاخرى حاجة طبعا constantly up يبقىعدد لفات secondary اكبر ايه. دا وين يبقىعدد لفات برضو secondary اقلى. ط跑 طيب اليونة ح فياوةтов تكار أما موفقيت لكن يكون اليونة لايكت rauen ت lone اليونة اليونة يكون تقريبا لي بي في فاليو امتى يكون ما بينزلش ويطلع لا تقريبا ثابت لما بتزود عدد الكويلز استخدم كويلز كتير قوي والكوميتيتور طبعا يتقسم لدفع عدد الكويلز دي تمام يعني ممكن اقول ان الان بتاعة الكوميتيتور هافز عدد لفاتر او عدد يا جماعة انصاف الكوميتيتور يكون ما لهم يكونوا دابل الان بتاع الكويلز الريشو دي مهمة واكتبها عندك. عدد نصاف الكوميتيتور يكونوا ضياع في عدد الكويل يعني لو عندي مسلا عشرة كويل يبقى عشرين نصف كوميتيتور عندي مسلا تلاتين نصف كوميتيتور يعني عندي خمستاشر كويل طيب الموتور بيلفف نفس الاتجاهة طبعا نتيجة وجود يا جماعة الكوميتيتور اللي هو في الموتور بيعكس الحفز العشان يحافز على الاتجاهة كل ده حفز. ازاي ازود بتاع الموتور اننا ازود عدد الكويلز. يما انت لو ركزت كان الفرق ما بين الموتور والدينامو في الجزاية دي. لو زودت عدد الكويل الدينامو هيطلع لك شبه دي سي. لو زودت عدد الكويل الموتور هيزود طيب. دي كان جميلة قوي ما بين الدينامو والموتور. احنا اعتبر كلها قلناها. طبعا استخدام الدينامو ان هو بيحاول الحركة للكهرباء. ده بيحاول الكهرباء الحركة. المطور بتديله كهرباء بيلف. العكس بقى هنا اندوكشن في كويل. هنا طبعا ايه التورك. من ايامي شبتر تو. ادى الكمبيتاتور هنا اكتفار عشان يحاول من يحاوله ايه يا جماعة اليوني ديركشنل. لكن هنا بيعمل ايه? بيريفرس مين? بيحافظ على الروتاشن سيم. الروتاشن سيم. لازم يكون المطور بيلفي في اتجاه واحد. طيب. اه فكرة او نتيجة استخدام الميني كويل. زي قلنا هنا هيعمل ايه? هيحاوله طريبا للكورن دي سي. هنا هيزود الافيشنسي. بعد كده بقى الجزء ده انا عايزك تحفظ صنب. لو شكل الكورنت جوه الكويل في حالة الدينامو. حالة الموتور لو فيه وفيه اتمنى بجد الرفيجن دي او الزاتنا الصغارة دي تكون فادتك. وان شاء الله تكون مفيدة لك بإذن الله في البحان اخر السنة. كده كده اللي احنا قلنا هنا. وبالذات جزئية الثيتا لازم هيجي عليها سئلة كتير قوي. لازم هيجي عليها سئلة كتير قوي. والنظر ده برضو مهم جدا جدا جدا. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. واذاتونة جديدة. نسلساش تبعت الفيديو ده لزمائلك لو فادك. نسلساش تعمل وتفعل الجرس بتاع القناة عشان يوصلك كل الجديد اللي هنزله خلال الفترة الجاية دي. نشوفكم ان شاء الله الخير. السلام عليكم.